نشوف مع بعض زي ما ماهر قال ولا عنده موجة نصر اخر مباراة العودة ستكون مباراة شيقة خاصة وان سانداونز لديه سجل رائع في تحقيق نتائج ايجابية على ملعبه وربما ستكون الصعوبة التي سيواجهها الفريق هي عدم احرازه لهدف على ملعب الاهلي ولا اعتقد ان الاهلي تحت قيادة موسماني سيخسر باكثر من هدفين هنا مع الوضع في الحسبان احتمالية احراز الاهلي لهدف في مباراة العودة ولكن العنصر الاكبر من وجهة نظري الذي سيكون له دور حاسم في النتيجة هو توقيت بداية المباراة الذي سيكون في الثالثة عصرا وهذا العنصر يقابله عنصر اخر وهو معرفة بيتسو موسماني بالاجواء في ملعب بريتوريا ولهذا سيصل الاهلي مبكرا للاستعداد والتأقلم على الاجواء وطبعا فان موسماني يتمتع بعلاقات طيبة مع الجهاز الفني الحالي لفريق سانداونز ولكن هذه العلاقات الطيبة والصداقة تتحول الى التنافس على ارضية الملعب على مدار التسعين دقيقة اما بالنسبة للمشجعين في جنوب افريقيا فهم منقسمون في امنياتهم فمنهم من يتعاطف مع موسماني ومنهم من يرى حتمية تخطي الاهلي فهم يتعاطف معا موسماني لفريقيا 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 حتى بيتسو موسماني لفريقيا ترجمة نانسي قنقر